السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم في الفيديو ده رسول احمد مهر نجد مدرس اللغة للجابة الحديثة ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده زمن البرزنت بيرفكت اللي هو زمن المضارع التام هنشرح فيه حاجة مهمة جدا خاصة بالاستخدامات بتاعته وبعد كده هنشرح الشروط بتاعته وبعد كده امثلة على كل جملة في استخدام مشارطة بتاعها زائد الدلال الدلال دي اللي هي بحنا بنسميها العلامات الدلة على الزمن يعني وبعد كده هناخد طريق عاما للأسئلة وبعد كده الجمل هناخد الجمل المنفية والجمل المثبتة وبعد كده هناخد الأفعال الشازة اللي في التكوين بتاع كل الزمن وبعد كده هنختار الأسئلة اللي حضرتك هتحلها أو اللي حضرتكم هتحلوها والإجابات النموذجية بتاعتها تمام نبدأ في البداية خالص بحاجة مهمة جدا وهي استخدامات زمن المضارع التام اللي يوجد للمضارع التام استخدامات عديدة وهي ما يلي واحد يستخدم زمن المضارع التام اللي للدلالة على حصول الفعل أو حدوث الفعل قبل لحظات أو قبل وقت قصير يعني لو في حدث عندي حدث منذ فترة قصيرة نحطه في زمن المضارع التام باستخدام الدلال الأتي عندي كلمة مهز كلمة جاست معناها حالا أو توا وعندي أريدي معناها بالفعل أمثلة بيقول لي I have just finished my work تاني I have just finished my work لقد أنهيت أو انتهيت من عملي توا أي منذ برها من الزمن Another example He has already eaten breakfast He has already eaten breakfast لقد سبق أن أكلت الفطور الفطور تمام رقم اثنين قال لي مع الأحداث التي تمت دون تحديد زمن أو دليل لحدثها لدلالة على أنها لم تنتهي حتى الآن يعني بمعنى صح في الزمن ده بالذات بيعبر عن حدث تم في الماضي وانتهى ولكن له تأثير في الوقت في الوقت الحالي يعني مع أحداث رقم اثنين اللي هو مع أحداث التي تمت دون تحديد زمن أو دليل لحدثها لدلالة على أنها لم تنتهي حتى الآن يعني حدث تم في الماضي وما زال يحرس في الوقت المضارع ومعرفش حدوث انتهاء وحيحرس إمتى واحد بيقول لي مثلا They have invite some guests for dinner لقد دعية بعض الضيوف للغداء تمام يعني هم دعوهم من الغداء تمام طيب another example واحد بيقول أحمد has gone to the shop to buy sugar لقد ذهب أحمد لشراء السكر من الدكان كل الكلام ده بستعرض لك بستعرض لكم بس الاستخدامات بتاعت الزمن ده طيب عندي حاجة ثانية بيقول لي عندما نسأل السؤال التالي واحد بيقول لي when have they invite some guests for dinner تكون الإجابة I don't know إنه لا يوجد زمن ليه أستاذ لأنه بيقول لي we have they invited some guests for dinner متى أنتم ستبعون بعض الضيوف على العشاء تكون الإجابة I don't know أنا معرفش لأنه لا يوجد زمن معرفش هندعيهم إمتى فالزمن هنا غير معروف ما علينا بعد كينا هناخد بعض الاستخدامات بتاعته أقلل ثلاثة للتعبير عن أحداث للتعبير عن أحداث تمت مؤخرة ولا تزال نتائجها ظاهرة حتى الآن باستخدام التعبير كلمة recently معناها حديثا وكلمة lately معناها مؤخرا مثال واحد بيقول لي I have me تعالي recently أنا قابلت عليه حديثا كل الكلام برضو إنه نحن هناخد بعض الدلائل وبعد الاستخدامات على الزمن ده أهم حاجة الاستخدامات تكون عارفها بس بشكل نظري وتفهمها مش أكثر من كده طيب واحد تاني بيقول لي she hasn't seen her uncle لتلي لم ترى عمها مؤخرا يبقى لتلي جات مع ملحوظة إن هي جات في النافي رقم 4 يدل المضارع التام أيضا على استمرار حدوث الفعل حتى الآن مع تحديد المادة التي بدأ فيها الفعل باستخدام الدلائل يعني زي كلمة المدة التي بدأ فيها الدلائل زي كلمة سنس وفور فسنس وفور بيعبروا عن مدة زمنية ولكن تختلف المدة الزمنية من بداية الحدث نختار سنس أما المدة الزمنية الكاملة نختار فور مثال they have lived in yes lived in رحمنا السنس جون يعني لقد عاشوا في رمالة منذ حزيران الفكرة كلها جون اللي وينيو فبيقولي they have lived in رمالة منذ حزيران وهكذا طيب واحد تاني بيقول he has studied English for 10 years لقد درس الإنجليزية لمدة عشر سنوات لاحظ يأتي بعد كلمة فور عدد محدد يعني من السواني أو الدقائق أو الساعات أو الأيام والسابيع والأشهر إلى آخر ويأتي بعد كلمة سنس اسم ذا إيد يوم ذا إيد شهر وهكذا كل الفكرة كلها أنا عايز أقوله إن كلمة سنس بيجي وراء وقت بداية الحدث أما كلمة فور بيجي وراها المدة الزمنية إيه المدة الزمنية كاملة وذلك مع الكلمات الدلة ذا كلمة يستردي كلمة بريك فاست كلمة لانش طايم كلمة لاست ويك إلى آخر وهكذا تمام ناخد برضو بعض الاستخدامات بس الاستخدامات دي بالنسبة للتجارة والصناعة يعني المدارس الفنية ما فيش علاقة بها ما فيش مشكلة كل الموضوع بقى إن أخش على مين على الشروط قال لي إن إتمام هذه الصيغة يوجد ثلاثة شروط أول شرط عندي حاجة اسمها الضمائر قال لي الضمائر I و You و We و They تاخد هاف زائد الباست بارتصابل إيه هو الباست بارتصابل يعني تصريف التالت الفعل يا جماعة دي صيغة فعلية اسمها اسم المفعول فالباست بارتصابل اسمه اسم المفعول دي صيغة فعلية بجيبها في زمن المضارع التام بعد هاف وهاز طيب الضمائر التانية قال لي إن هي هي وشي وات هي وشي وات ودي بتيجي مع هاز زائد الباست بارتصابل إذن هاز تأتي مع المفرد اللي هي هي وشي وات أما هاف تأتي مع الجامع اللي هي They وي 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 وآي وآي هنا تعامل معاملة الجامع في زمن المضارع مع هاف طيب الشرط التالت قال لي لابد أحيانا من وجود دلائل يعني الكلمات تدل عليها وهي بشكل عام كالتالي كلمة recent لي معناها حديثا lately recently معناها حديثا lately معناها مؤخرا at last على الأقل كلمة yet معناها حتى الآن so far لوبعيد since معناها منذ for معناها لمدة never معناها أبدا عندي حاجة اسمها ever معناها سابقا just معناها حلل أو تول already up up to now وهكذا هننتهل بعد كده الدلائل المضارع المضارع التام زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي الدلائل دي طيب قال لي بعد كده طريقة عمل السؤال أولا سؤال قصير يحتاج الإجابة بنعم أو لا يعني لو أنا هعمل سؤال بيس أو نو أعملو ازاي اللي لكي تسأل سؤال بمعنى هل اللي هو الإجابة عليه بيس أو نو بنضع الفعل المساعد الخاص بزمن الجملة في بداية الجملة يعني مثلا أنا عندي جملة زي دي عندي he has just written a letter to his uncle يعني هي بتكتب حالا الخطاب لعمها سوري هو يكتب حالا الخطاب لعمه طيب احنا عايزين نعمل سؤال على ده فقال الفعل المساعد فين اللي has فحجيبه في أول الجملة وكمل بيت الجملة وحطي question mark فحقول has he written a letter to his uncle yet يعني هل هو كتب الخطاب لعمه حتى الآن لاحظ ان يتجاد في جملة منفية ملاحظة اعمال عملية قلب وابدار الفعل المساعد ولا تنسى علامة السؤال في نهاية الجملة ولاحظ مهم جدا كلمة just اتحولت لكلمة yet لان كلمة just تجي في الثبات ويت بتجي في النفي وهكذا لو هو فعلا كتب او خلص الكتابة بتاعت الخطاب هقول yes he has or no has not وهكذا he hasn't ثانيا عمل سؤال يحتمر الإجابة المفصلة يعني الإجابة الكاملة اللي هو بنسميه double question اللي هو السؤال الاستفهامي فبيقول لي يبقى مثال بسيط عادي خالص فبيقول لي what has he done what has he done ماذا هو أنجز أو فعل فالإجابة حقول he has just written a letter to his uncle يعني نفس الكلام بالضبط حقول هو كتب الخطاب لعمه حالا أو توان خلاص كتبه فدي إجابة كاملة فحقول what has he done ماذا فعل إجابة هنا مش محتملة yes أو no لأنه محتاجة إجابة كاملة ملاحظة لا داعي لإحضار فعل مساعد لأن الفعل المساعد موجود أصلا وما عليك إلا أن تعمل عملية قلبي باستخدام هذا الفعل المساعد طريقة عمل النفي قال لك عشان تنفي أي جملة في أي زمن تقوم بنفي الفعل المساعد الخاص بزمن الجملة والخاص بالزمن ده اللي هو المساعد have or has فحالة النفي have بيبقى haven't has بيبقى hasn't وهكذا تمام واحد بيقول she has met her friend lately she has met her friend lately طبعا بتكفي الجملة المنفية فحقول she hasn't met her friendly yet يعني هي لم تقابل صدقتها حتى الآن ملاحظة لا داعي لإحضار فعل المساعد كذلك لأن الفعل المساعد موجود أصلا وما عليك إلا أن تضح كلمة نوت وراء الفعل المساعد وتقلب كلمة لتلي إلى كلمة yet وهكذا تمام هنيجي بعد كده وقال لك هنتذكر شوية حاجات كده بساط قال لي ايه هي يا استاذ قال لي تذكر الآتي أولا الضمائر التالية قال لي إن كلمة he and she and it بيجي معها هزا زائد دليل أي علامات دلة بعد كده قال لي بيجي بعدها تمام طيب هناخد بعد كده ملحوظة مهمة جدا بيقول لي إيه قال لي لا تنسى الدلائل التالية اللي إحنا سبقنا قلنا عليها recently and lately and lately and yet and so far and since for never ever just already up now بعد كده حتختبر نفسك في بعض الاختبارات الجميلة دي هتلاقى سهل جدا حاول بقدر الإمكان توقف الفيديو وتقرر الكلام ده هو كل الموضوع بيقول لك correct the verb between the practice يعني صحح الفعل لبين الأقواس فأنا جايب لك في الأقواس كده في الآخر و جايب لك طبعا علامة من علامات زمن المضارع التام فشوف العلامة دي بتيكي في النفي ولا بتيكي في الإثبات زي ما أنا قلت لك وشوف العلامة دي الزمن اللي بيجي وراها بيجي زمن مدة زمنية كاملة أو وقت بداية حدث و بناء عليه حتضع الفعل لبين الأقواس في الزمن لاحظ في أن الجملة دي وده مهم جدا بيقول لك إيه بقول لك doctors not accurate for cancer yet تمام يعني doctors اللي هي الدكاترة هو بقول لك not discover يعني ما اكتشفوش يبقى لم يكتشفوا علاق حتى الآن فالفعل ده فيه التعلم من علامات زمن المضارع التام تمامي مفوض الفعل هنا have or has فحنختار هنا have لأن هنا الفعل جمع وحقول haven't discovered a cure for cancer yet اللي تبتجي في الجملة المنفية وهكذا اختبر نفسك في الآتي وحتلاقي الموضوع سهل وبسيط نفس الكلام فيه اختبارات برضو الإجابات إنها مزجية طبعا بعد ما تخلص هتلاقييني حللها لك بالشكل ده رجعها مرة واثنين وثلاثة ولو فيه أي مشكلة اكتب لي كومنت تحت ياريت ما تنسوش تشتركه في القناة لو أنت ما انتش مشترك فيها وتعمل لايك مع تبنياتي لكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا لو أنتم ما تنسوش تتابعوني على الجيميل بتاعي واسم بتاع قناتات اليوتيوب